لو انت مين محبين لعبة لمبو او لعبة انسايدر او حتى لتل نايت ميرز العاب التشويق والاصارة والمغامرة والغموض فلعبة النهاردة هتعجبك لعبة النهاردة مجانية تماما لمدة اسبوع من منصة ابك لعبة النهاردة هتعجب ناس كتير واعمار كتير فتابعوا الفيديو للاخر يلا بينا اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة زيس از محمود نعمان وفي فيديو النهاردة من سلسلة اروع الالعاب المجانية زي ما احنا شايفين قدامنا معانا مجانية النهاردة وهي لعبة او تقريبا اللعبة موجودة مجانا على منصة ابك وهنعرف شوية كده هناخدها ازاي زي ما احنا شايفين اللعبة اه بتتكلم عن شخص بالمنظر اللي قدامنا دوت ومفروض ان هو بيبدأ يفك الغاز بيبدأ ان هو اه يحل اه خطوات معينة علشان يكمل او المراحل فيما بعد اللعبة فيها شيء من الغموض مش هنقول الرعب لعبة فيها اصارة فيها تشويق لعبة بتحتاج زكاء تام وفي نفس الوقت اللعبة فيها زي ما احنا شايفين بتحاول تعمل اكتر من حاجة علشان تفك الغاز معينة علشان تقدر تكمل اللي بعدها ومش بس كده انت بتقابل شخصيات يعني مراعبة شوية او مريبة شوية داخل اللعبة علشان اللعبة تكمل في الحس التشويقي والغامض اه دلوقتي هنروح ونشوف معصفات اللعبة ونحصل عليها ازاي من منصة بس قبل اي حاجة طبعا اتمنى مشاركة الفيديو عشان الكل يعرف العرض اتمنى نوصل لتلتمية والناس اللي بتشوفنا الاول مرة ما تنسوش الاشتراك تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد وتنسوش تتابعوا الفيديو للاخر عشان في مفاجأة نارية من منصة لمستخدمين واللي اخدوا العاب مجانية الفترة اللي فاتت طبعا زي ما احنا شايفين كده قدامنا منصة ومفروض ان انت تكون داخل بالاكاونت بتاعك عشان تقدر تكمل في الخطوات اللي هنمشي فيها شوية كده هننزل شوية تحت هنلاقي جزئية الفري جيمز زي ما احنا شايفين قدامنا هندخل على ومن جوة صفحة بالمناسبة هتلاقوا العاب كتير مجانا للناس اللي بتشوفنا لاول مرة المهم لعبة النهاردة هندخل على بتاعتها ولعبة او دارك بالمناسبة ده اللي هو يعني لو فيه مسلا اه حاجات اه اكتر من الله اعلم فيه اصلا ولا لا فاتلاقيها موجودة في دوت طبعا مفروض اللعبة اصلا سعرها تسعة دولارز ولكن احيي استيديو التطوير واستيديو النشر اللي هنعرف عنهم دلوقتي على السعر ده على اللعبة ديت العرض ده ينتهي يوم اربعة نوفمبر عشرين واحد وعشرين الساعة خمسة وزي ما بنقول كل مرة كل دولة او كل بلد انت فاتح منها منصة ايه يظهر هنا توقيت انتهاء العرض طبعا عشان ناخد اللعبة من بس خلينا نكمل شوية او مطور اللعبة هو 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 بتاع اللعبة ديت كان اربعتاشر مايو عشرين واحد وعشرين يعني بالمناسبة اللعبة ما كملتش خمس او ست شهور البلاتفورم طبعا للاسف هتشتغل على ويندوز بس بالنسبة لاجهزة الماك لو نزلنا شوية هنلاقي طبعا كالعادة بقية الصور او من جوه اللعبة وده شوية عن اللعبة اللعبة تصنف ان هي رعب ان هي بازل ان هي زي ما قلت في اول الفيديو واللعبة بس يعني ايه يعني ما فيهاش ملتبلاير او اونلاين ده بقي عن اللعبة زي ما احنا شايفين وشوية صور وبس كده اخر حاجة خالص متطلبات تشغيل اللعبة لعبة مساحيتها صغيرة جدا تلاتة جيجا وبتشتغل على رمات اربعة ومعالج اي تري بالنسبة لمواصفات قدامكم عشان ما نطولش في الفيديو تقدر توقفوا وتشوفوا متطلبات التشغيل بالنسبة للغات اخر حاجة اللي احنا شايفينها قدامنا كل دي ما فيهاش اللغة العربي حتى لو كانت نصوص طيب هنطلع فوق علشان نشوف هناخد اللعبة ازاي هندوس على عادي جدا زي ما تعودنا من اي لعبة على منصة هيفتح لي الخاصة باللعبة او بيقول لي بيأكد علي ان اللعبة هتكون زيرو بدل من تسعة وتقدر تعلم العلامة دي عشان لو فيه اي نيوزليتر او اخبار من او المطور تجي لك على الايميل بتاعك هتدوس على بالشكل ده ومفروض ان هو دلوقتي هيدخلك على اخر حاجة يقول لك تانكيو ومفروض جالك ايميل ان اللعبة خلاص او بتاع اللعبة اللي هو مكتوب في زيرو دولارز ما فيش اي حاجة مدفوعة هنا بيقول لك تقدر تعملها على طول وانك تروح على وتشوفها بمنسبة ان شاء الله هعمل لها وهعمل آآ بيها لو حابين ياريت توضحوا لي في طيب دلوقتي هنروح على ونشوف اللعبة موجودة معنا آآ مفروض كده احنا وصلنا على هنبحث عنها بالاسم عشان طبعا لو عد تنزل ودور هلاقي العاب كتير ربنا يكتر في العابك يا ابك كل اللي انت هتعمله هتدوس على بتاع اللعبة وتمشي في خطوات تثبيت اللعبة زي ما شفنا في الفيديوز القديمة موجودة في تقدروا تشوفوها من علامة اللي هتطلع فوق مفاجئة الفيديو النهاردة تعالوا نتكلم عنها سريعا لو انت جيت على الاكاونت وبرضو بقول تاني مرة لازم تكون تفتح الاكاونت بتاعك هتلاقي علامة خاضرة صغيرة معناها ان في هنا او في اشعار لحاجة معينة تعالوا ندخل ونشوف الاشعار ده على ايه من هنا هتلاقي جنب لو دخلنا عليها بالشكل ده هتلاقي عندك كوبون مفروض بيقول لك ان كمته عشرة دولارز زي ما احنا شايفين قدامنا اه ومفروض هينتيه يوم ستاشر نوفمبر الساعة عشرة صباحا وبيقول لك ان ده للالعاب اللي من اول اربعتاشر تسعة وتسعين او اعلى عايز تعرف تقدر تدخل عليه بالشكل ده كده ومفروض من جوه هتلاقي كل الخاصة بالكوبون دوت طيب تعالوا قبل منهي الفيديو قديكو اقتراح للالعاب اللي انت ممكن تحصل عليها باقل تكلفة ممكنة عن طريق الكوبون دوت ما ننساش ان مفروض الكوبون هيكون مفاعل على الالعاب الاكتر من اربعتاشر تسعة وتسعين يعني انت مبدئيا اقل حاجة تدفعها خمسة دولار يعني تقريبا بالمصاريف وفرق العملة وعمولة فيزا وماستر كارد تدفع لك تقريبا تمانين او خمسة وتمانين جنيه طب عشان نشوف الالعاب اللي ممكن نحصل عليها هنروح على الاسطور بالمناسبة كمان في حاجة حابب اوضحها في او زي ما احنا شايفين اللي هو عيد الهلع عندهم تقريبا في موجودة على بعض الالعاب فانت ممكن تاخد ديسكاونت فوق الديسكاونت هتدوس عليه بالشكل دوت ومفروض لو نزلنا شوية هنلاقي عندنا عدة العاب كتيرة بس مفيش ولا لعبة من دول هتقدر تاخدها على سبيل المثال دي 11.39 فمش هتعرف عشان هيقل من 14.99 لذلك الباقي اللي جنبهم هي اخسارة The Watcher Wild Hunt اللي هي برضو مش هتعرف تاخدها فانا علشان ما طولش عليكوا تقدروا طيبوا تشوفوا باقي الالعاب اما انا دلوقتي هكترح عليكوا لعبة سعرها 15.19 يعني تقريبا هتدفع حاجة وتسعين نقول ميت جنيه مش حاجة بس اللعبة جامدة وتستاهل لعبة لو دخلنا عليها بالشكل ده كده مفروض ان اللعبة بتتكلم عن بس نخلي بالنا عشان السن طبعا ديت شوية مواصفات عنها وديت طبعا صورة مسلا من داخل اللعبة وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة اتمنى يكون عجبكو اتمنى مشاركة الفيديو واتمنى نوصل الناس اللي بتشوفنا الاول مرة متنسوش الاشتراك تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد تستنوني في مزيد من الفيديوز واشوفكم على خير سلام